اشتركوا في القناة او لا ايها الاخوة الكرام ارضي جماعة الخير انا اتكلم عن احلى مروة المبشرة بالسعادة الكبيرة او السعادة الغامرة من الممكن ياتيني خبر اه يعني خبر كويس لكن بيبقى في مراحل في خبر غير متوقع سعادة تغمورني بازن الله تبارك وتعالى او الرؤية وهي رؤية محمودة طب قبل ما اقول الرؤية المحمودة دي عايز اقول الرؤية مفجعة مفزعة ده في ظاهرها واللي بيشوفها يخاف وطبعا الرؤية خاصة بالبنت العزباء لكن في معناها سعادة كبيرة جدا قادمة اليه افن ايها رؤية البنت العزباء لفضل غشاء بيكارتها في المنام بتقوم خايفة هو في ايه لكن هي ما تعرفش ان الرؤية دي بتدل على السعادة الغامرة طيب هديكم مؤشر بسيط كده عشان تتطمنوا احيانا من الممكن لبنت العزباء ترى ان غشاء بيكارتها قد فضى ولكن تشعر بسعادة قولا واحدا ان الرؤية في سعادة قادمة باذن الله رؤية بعد كده رؤية المرأة متزوجة وهي تتامع زوجها وهي سعيدة متلززة بهذا الجماع فهذه الرؤية تدل على السعادة الزوجية الكبيرة القادمة اليها في الفترة القادمة باذن الله تبارك وتعالى رؤية الخيوط الملونة او الثياب المزخرفة هذه الرؤية تدل على سعادة باذن الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة جماعة الخيط في المنام رؤية محمودة أصلا الخيط في المنام رؤية محمودة بإذن الله رؤية الابتسامة سواء هي اللي بتبتسم في المنام أو سواء شافة شخص بيبتسم أو رأة شخص بيبتسم فهذه الرؤية تدل على السعادة من خلال رؤية الابتسامة في المنام بإذن الله تبارك وتعالى من الأشياء الجميلة جدا فيما يؤكل أو يشرب وأنا بتكلم كتير عن الموضوع ده وبالذات الشيء ده رؤية الملوخية في المنام رؤية لها علاقة بتحقيق الأماني وبالرزق القادم صلاح الحال وتغيرات الإيجابية وكمان تدل على السعادة بإذن الله تبارك وتعالى رؤية طعام الأمير سعادة قادمة ملابس الأمير سعادة قادمة رؤية سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يبتسم سعادة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى رؤية أنني في المنام أشعر بالفرح وبالسعادة هذه الرؤية تدل على السعادة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى تدلونا في النقاط القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته